السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأربعاء ثلاثي كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود في برج العذراء ورح ينتقل لبرج الميزان القمر اليوم زي ما حكينا هو موجود بالعذراء الساعة 12 و46 دقيقة بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء رح ينتقل لبرج الميزان يعني في بواقي خلو مسار زي ما ذكرنا في حلقة يوم الأمس وبعدها رح ينتقل لبرج الميزان ورح يظل في برج الميزان لغاية الساعة 12 و39 دقيقة من ظهر يوم الجمعة لا ينتقل بعدها إلى العقرب القمر اليوم موجود في منزلة الغفر وهي منزل إلى الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي وزي ما حكينا احنا الآن في فترة خلو مسار خلو المسار هذا بدأ من مساء يوم الثلاثاء بدأ الساعة 11 و35 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية ما بعد منتصف الليل لغاية الساعة 12 و46 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الميزان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 12 و46 دقيقة خلص القمر بنتقل يعني اليوم طوله القمر رح يكون موجود في الميزان وهاي تعتبر أفضل فترة عاطفية لتقوية الروابط العاطفية للعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية نحن نشطون أكثر اجتماعيا من ميلة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسية واضحين بين العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة يعني في علاقة لسه ما استقرت بشكل كامل أو علاقة جديدة يعني بكون فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في عملنا الفني ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة الترتيب وتزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي الزاوية الوحيدة أساسا خلال هذا اليوم هي زاوية التزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 15 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعال العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للأعضاء الأكثر حساسية خلال هذا اليوم ولما لازم أن نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ونوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بشيء غير اعتياد راجع طبيبنا عنا الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية لإلها كبرى أو صغرى أما الأعضاء اللي ذكرناها زي ما حكينا علاج أو تنظير ما في أي مشكلة بالنسبة لعمليات التجميل طبعا هذا اليوم مناسب جدا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه استقر في برج الميزان خلو المسار القادم يوم الجمعة 5 و 1 بيبدأ خلو المسار الساعة 11 و 40 دقيقة ظهرا وبيستمر لغاية الساعة 12 و 39 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج العقرب بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمر 22 يوم في تمام الساعة 9 و 35 دقيقة مساء بصير 23 يوم نسبة الإضاءة 51% يعني نصف البدر عند منتصف الليل تقريبا أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 20 و 1 سعيدة الآن بنسبة 70% في ساعات الصباح سعيدة بنسبة 45% القمر في العذراء ورح ينتقل للميزان ورح يظل في الميزان ليوم 5 و 1 منتحس الآن بنسبة 25% في ساعات الظهر سعيد بنسبة 10% ساعات العصر سعيد بنسبة 30% عطارد في القوس حتى يوم 14 و 1 منتحس بنسبة 50% الزهرة في القوس حتى يوم 23 و 1 منتحس بنسبة 10% المريخ في القوس حتى يوم 4 و 1 سعيد بنسبة 30% المشتري في الثور حتى يوم 25 و 5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29 و 6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27 و 1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 2 و 7 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 2 و 5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن لا تنسوا أن القمر أصبح مقابلكم تماما فما بجوز إثارة المتاعب اتجنبوا الانفعالات والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث والأعداء فهم كثر اليوم استغلوا للمصالحة والتقارب ما بينك وبين شركاء العاطفة بكون أفضل برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ابتجدوا اليوم نوع من أنواع التعاون والتعامل ما بينك وبين زملاكم بالعمل نظموا جدول غذائكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات عشان ما تضطروا للعمل وقت إضافي بتكثر النشاطات وربما تشعر ببعض التعب برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم مش أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات العاطفية لطبيعتها أو مع الأحبة بتنهل ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات لأنه اليوم الحظ داعم لإلك بقوة بتحل مسائل كانت عالقة أو كانت مستحيلة وتعتبر هاي فترة إيجابية بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم إيش إنك تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر والاستثمار وأيضا العلاقات الاجتماعية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم الاتصالات والحوارات والنقاشات واليوم طاقة عالية جدا موجودة عندكم بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات القصيرة معني هو بوسعكم اجتياز امتحان أو مقابلة وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر النشاطات على حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهمش إنك ما تتردد بالتحرك حتى على المستوى العاطفي إلا أجواء منتازة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي وبيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جايزة أو مستردات هبات دعم أهمش إنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغوا بمصاريفكم كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم تبدأوا فترة أفضل من الفترة الماضية بتعيد لكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد تستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك ابتقوا نسبة النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب ابتتراجع اليوم صحتكم وبينتابكم شعور بالتعب أو الملل حاولوا تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل لا توقع على عقد وما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواة ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات هاي فترة جيدة للأعمال الروتينية فقط لا غير برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة اجتماعية سعيدة بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه اليوم ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء إنه ما تستسلموا إذا تعطى الأمر عندكم كرر المحاولة بتتيسر الأمور برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا يعتبر هذا اليوم يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في دخال تغيير على طبيعة عملهم وبينتبهلكم المسؤولون عنكم وبيقدروا جهودكم تتسلط الأضواء عليكم اليوم بشكل مباشر ممكن تخضع على عدة تجارب مهمة أهم مش إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن أقدم أفضل المستطاع صحيح أن الفترة هاي فيها بعض القلق والتوتر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطه في السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم مناسب لتعزيز العلاقات مع أشخاص خارج البلاد وهذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش موضوع ورح تناقش بقوة وذكاء ورح تتجرع على رفض أي شيء ما بناسبك لا تخش شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوة تجربة جديدة وبرضو فيها سفر محتمل لبعض موليد برج الدلو برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء إنه ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالك صدا طيب أهم شيء إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذر هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء